هل نروح دلوقتي فيما يخص الوضع في جنوب في السودان تحديدا دولة السودان الشقيقة لأن السفير أحمد أبو زيدا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أعلى لأنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم مبارح إجلاء 436 مواطن من السودان عبر الإجلاء البري وده بالتنصيق مع السلطات السودانية كمان السفارة المصرية بتستمر في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم أردن والمكتب القنصلي في وادي حلفة في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلاءهم تبعا يعني ربنا يحفظ الشعب السوداني الشقيق ويرجع بالسلام إن شاء الله كل الجالية المصرية الموجودة في الأراضي السودانية